السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالي في الجزء رقم 12 من الفصل الثامن هنتكلم عن الـ Isothermal Heat Treatment فماذا تعني الـ Isothermal Heat Treatment؟ بالحقيقة الفرق الجوهري بين الـ Isothermal Heat Treatment والـ Simple Heat Treatment الـ Simple Heat Treatment بسخن مثلا للأسطناية ترينج وببرد مرة واحدة أما الـ Isothermal أنا بسخن أيضا للأسطناية ترينج وبعد كده أبرد عندي فيز معين وأفضل عامل هولدينج للـ Temperature عند هذا الفيز حتى يتمكن من تحوله إلى الفيز المراد الحصول عليه ثم بعد ذلك Rabbit Cooling الحقيقة عندي حاجتين في مجموعة حاجات كتير Isothermal لكن إحنا هندرس حاجتين بس عندي أو Stempering وده عبارة عن إيه؟ The Isothermal Heat Treatment by which austenite transform to be night يعني أنا بحول الأسطناية إلى be night زي ما هنشوف من خلال الشرح على الكولنج أو السي سي أو الكولنج دياجرام اللي احنا هنشوف النوع الثاني اسمه Isothermal Unleaning وده عبارة عن Heat Treatment of Steel يعني معالجة حرية للسول by austenitizing أو heating to austenite range وبعدين Cooling Rapidly to Temperature between A1 and the Nose of TT Diagram and Holding until the austenite transform to pearlite بالحقيقة سيتضح هذا المعنى لما نيجي نجيب الرسمة بتاعتنا اللي هي التوضحية ونشرح عليه تعال نشوف الاستمبرينج اولا بداية تعال نتعرف على الرسمة القدام الرسمة القدام هذه عبارة عن منحنة ساعة نسميه TT Diagram وساعة نسميه CC Diagram CC Diagram لان معناها Continuous Cooling Curve يعني هما 3C Continuous Cooling Curve أي منحنة التبريد المستمر أو نسميه TT Diagram يعني Temperature Time Transformation أي منحنة درجة الحرارة أو التحول عند درجة الحرارة وزمن معين حتى أن المنحنة شكله واخد شكل حرف C زي ما احنا شايفين وعندي هنا دي بداية البينايت ودي نهايته ودي بداية البرلايت ونهايته نهاية البرلايت طيب تعال نشوف الاستمبرينج اللي انا تكلمنا عنها أنا بسخل الاستمبرينج وبعد كده اروح اعمل تيمبرينج عفوا اروح اعمل كولينج حتى هذه النقطة وافضل مستمر وقت من الزمن ليه؟ حتى تتحول الاستمبرينج اللي انا امبردها الى البينايت اما الايزوسيرمل النيل هو عبارة عن ايه؟ ان انا بسخل الاستمبرينج وبعدين ااجي عن درجة الحرارة اللي هي ديت اللي احنا قلنا عليها بين الـ A1 وبين النوز يعني ده النوز احنا نسميه النوز او نسميه لما اصلي على النابين حمد صلى الله عليه وسلم نسميه الأنف بتاع الـ A بتاع الكيرف تمام؟ يعني بين دي وبين دي درجة حرارة بين الـ A1 تمام؟ اللي هي هنا تحت دي وبين الـ A وبين النوز طيب اعمل ايه بعد كده؟ باعمل هولدينج او استنى وقت من الزمن حتى يتحول الاستمبرينج الى برلايت وبكده اكون عمالة الـ AISOSيرمل النيل لـ AISOSيرمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة